تحية طيبة وبعد كثيراً ما نحتاج إلى معالجة متجهات في مستوى في مستوى مثل X Y وفي هذه الحالة يكون لدينا مركبتان A X مثلاً و A Y ويكتب المتجه A يساوي I A X زائد J A Y وتكون الصورة كما ترون A X المركبة الأفقية من نهايتها نأتي للمركبة في الاتجاه Y A Y وهي عمودية عليها ثم نغلق المثلث بعكس الاتجاه فينتج المتجه A إذا النتيجة لهذه العملية الجمع A تساوي I X زائد J Y تم اختصارها بالرسم مثلث قائم الزاوية كما ترون وزاويته عند القاعدة تساوي ثيتا ولا نحتاج إلى زاوية غيرها نحتاج إلى زاوية واحدة ثيتا لأن الزاوية الأخرى عند الرأس مرتبطة بثيتا وتكون زاوية عند الرأس ولتكون فاي زائد ثيتا تساوي 90 درجة وعندها يكون كوزاين ثيتا يساوي صاين فاي وصاين فاي يساوي كوزاين ثيتا وهكذا إذن مقدار A يساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع X زائد A تربيع Y مركبتين بدلا من ثلاث وزاوية ثيتا تساوي tan minus one AY على AX أي أن ظل ثيتا تان ثيتا تان ثيتا يساوي المقابل على المجاور AY على AX الآن بتطبيق قاعدة اليد اليمنى على متجهات الوحدة الكارتزية المتعامدة تبادلياً والتي نحتاجها في عمليات المتجهات في مستوى أو في ثلاثة أبعاد فهي كالتالي I cross J I متجه وحدة مقدار واحد وJ متجه وحدة مقدار واحد والزاوية بينهما تسعين درجة بين I و J وحاصل الضرب حاصل الضرب متجهي ولحاجتنا إلى استخدام حاصل ضرب المتجهات إما ضرباً متجهياً أو قياسياً فنحتاج إلى حاصل الضرب المتجهي لمتجهات الوحدة وحاصل الضرب القياسي أيضاً لمتجهات الوحدة لإجراء العمليات الخاصة بالمتجهات في بعدين أو ثلاثة نبدأ بمتجهات الوحدة في ثلاثة أبعاد I, J and K لنفرض أن هذا هو المتجه I وهذا هو اتجاه المتجه J الأول باتجاه هذه نقطة الأصل O هذا اتجاه X وهذا اتجاه Y والعمودي على المستوى إلى أعلى في الفضاء يساوي K وهذا هو اتجاه Z حاصل الضرب المتجهي I في J يساوي واحد في واحد مقدار I مقدار J في ساين الزاوية بينهما والزاوية بينهما تسعين درجة كل زاوية بين I و J تسعين J و K تسعين K و I تسعين وهكذا إذن واحد في واحد ساين تسعين اللي هو يساوي واحد إذن حاصل الضرب بالمقدار واحد في واحد يساوي واحد أي أن الاتجاه الاتجاه I بحركة دورانية حركة دورانية من I إلى J إذن إذا قمت بحركة دورانية باليد اليمنى لينطبق I على J إذن العمود إلى فوق هاي I إلى J هاي الدوران I إلى J إذن K إلى أعلى إذن I في J يساوي متجه الوحدة عملية الدوران J في K يساوي هيك عملية دورانية من J إلى K إذن هذا هو اتجاه J في K ويساوي I K في I الآن K في I عملية الدوران K متجه الوحدة سيأتي إلى Y إذن K إلى Y في هذا الاتجاه وهو اتجاه K إذن K في I يساوي J إذن I في J يساوي K J في K يساوي I K في I يساوي J إذا عكسناهم إحنا قلنا A cross B يساوي minus B cross A إذن J cross I يساوي minus K K cross J يساوي minus I I cross K يساوي minus J أما حاصل ضرب المتجه للمتجه الوحدة بنفسه I cross I J cross J K cross K الزاوية بينهما تساوي صفر لأن المتجه I والمتجه I هو منصف المتجه والزاوية I cross I اللي هو sine zero sine zero إذن I cross I J cross J K cross K يساوي zero إذن هذا يعطينا حاصل الضرب المتجه لمتجهات الوحدة وإلى تحليل متجه في مستوى لا يوجد فيه إلا مركبتان I AX زائد AY ولا نحتاج إلا إلى زاوية واحدة اللي هي الزاوية ثيتا وتانجنت أوف ثيتا يساوي المركبة Y AY على AX وشكرا